السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومات أسرار آخر الزمان كل يوم أتأكد يوما بعد يوم من أحداث تحدث للأمة أننا في آخر الزمان كل ما يحدث في هذه الأيام يدل بوضوح للمتأمل وتأمل كلمة المتأمل أننا في آخر الزمان وأننا في أيام الظهور للإمام المهدي عليه السلام لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات آخر الزمان وبالتالي من علامات اقتراب خروج وظهور الإمام المهدي عليه السلام هو الانقصام أو الانقسام الشديد في المجتمع الإسلامي إلى معسكرين معسكر أهل الإيمان ومعسكر أهل النفاق لاحظ هذا التفصيل وهذا التقسيم ألهام جدا معسكر أهل الإيمان ومعسكر أهل النفاق ولاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذا المعسكر اللي هو معسكر أهل الإيمان بكلام قصير ولكن كلام واضح قال معسكر أو فسطات إيمان لا نفاق فيه ثم بعد ذلك قال معسكر نفاق لا إيمان فيه شفت التفصيل القصير الدقيق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحن في هذه الأيام كشفت لنا أحداث المسجد الأقصى والاعتداء على أهلنا في فلسطين والاعتداء على إخواننا في فلسطين كشف الأمر بوضوح أن المجتمع الإسلامي فعلا أصبح فريقين فريق إيمان لا نفاق فيه وفريق نفاق لا إيمان فيه الموضوع أصبح واضح جدا وانتبه إلى هذا الأمر يعني لما يخرج علينا ويطلع علينا ناس المفروض أنهم دعاء وينتموا إلى الدعوة إلى الله المفروض أنهم مشايخ شيوخ ويخرجوا علينا ويباركوا ضرب إسرائيل للفلسطين فكده يبقى احنا في آخر الزمان وكده يبقى حصل التمايز الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يخرج علينا ناس بمنتهى الوضوح أنا عايز أقول بمنتهى الوقاحة ويباركوا الضرب الإسرائيلي دولة إسرائيل لإخواننا في فلسطين يبقى احنا في هذه الأيام في آخر الزمان يبقى كده يا رسول الله صدقت وظهر خلاص المجتمع الذي لا إيمان فيه نفاقا خالصا بوضوح بيتكلم بوضوح ويبارك هذه الضربات وكنت أتساءل يعني كنت بسأل نفسي دايما سؤال وأقول هي مصدر قوة المسيخ الدجال إيه الأعور إيه مصدر قوته مصدر قوته أنه بما آتاه الله طبعا من من يعني قدرات لكي يختبر الناس ولكي يميز الخبيثة من الطيب آتاه الله جنود جنود المسيخ الدجال إلا هيسمعوا كلامه وإلا هيتبعوا وإلا هيؤمنوا به أنه إلههم وأنه ربهم موضوع في منتهى الخطورة أن أنت تؤمن أن المسيخ الدجال هو ربنا هو إلهك اللي أنت تعبده إزاي أنت هتوصل للمرحلة دي كيف تصل إلى مرحلة أن تعبد المسيخ الدجال وتجعله إلها من دون الله وربنا يطمس على بصيرتك فلا ترى مكتوب على جبهته كفر أو كافر إزاي هتوصل أنت للمرحلة دي عايز تعرف الإجابة انظر إلى ما يحدث الآن على أرض الواقع من انقصام المجتمع إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه ومعسكر نفاق لا إيمان فيه ترى الأمر واضح وتعرف مين هم جنود المسيخ الدجال وإيس الأحداث كلما ظهر موقف يحتاج إلى نصرة الدين رأيت جنود المسيخ الدجال اللي هم معسكر النفاق الذي لا إيمان فيه رأيتهم يظهرون بوضوح وبيبين ليك أنهم معسكر الشر وأهل الشر وأصعب حاجة أن يأتي الخنجر في ظهرك من إيه؟ من بني جلدتك من ناس محسوبين على الإسلام وعلى المسلمين وشايفين أن اليهود بيدفعوا عن حقهم وشايفين كل حاجة بطريقة عكسية جدا وتراهم للأسف من الممكن أن يكون منهم ناس من المحسوبين على الدعوة والناس بتتعامل معهم إنهم مشايخ وإنهم دعاء إلى الله ولا تستغرب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إن من علامات آخر الزمان إيه؟ إيه هي أشهر علامات آخر الزمان الفتن التي أوردها صلى الله عليه وآله وسلم فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عشان مجرد سلطة عشان مجرد شهوة عشان مجرد وهذا الكلام الذي أتحدث به اللي أقول لسه ليس دفاعا عن الحكام ولكن المحكومين انظر الآن إلى معسكر النفاق الذي لا إيمان فيه تأييد واضح وصريح وأنا مش عايز عشان محدش يزعل مني إن أحد الدول معينة ولكن أنتم تعلمون دول معينة ومواطنين وشعوب هذه الدول في فئة كبيرة منهم جدا كل ما تتكلم في أمور ظهور المهدي يحربوك ما فيش حاجة اسمها المهدي لن يظهر المهدي في هذه الأيام المهدي خرافة ليه؟ لأنه هو قصاده حاجة عايز يعملها أمامه أمر عايز يعمله إيه هو الأمر؟ اللي عنده لسه فيلا جايبها جديد عايز يلحق يسكن فيها واللي جايب لسه عربية جديدة عايز لسه أنه هو يركبها ويتمتع بيها هتخش عليه تكبس عليه تغمه وتقوم تقول له احنا خلاص في آخر الزمان وهيظهر المهدي ويلا بقى عشان تنضم هتكون في معسكر أهل الإيمان ولا هتكون في معسكر المسيخي الدجال فهو يبص كيلو لك دا الدنيا هتتقلب حوالي وانا لسه ما تمتعتش بأي حاجة لا يا بنا نبيع الايه نبيع القضية اللي هي قضية الايه قضية التمكين اللي في ناس أقسم بالله أنا في ناس بتتكلم وتتحدث معي كل حلم حياته أنه يدرك زمان التمكين للمهدي عليه السلام كل حلم حياته أنه هو يدرك هذا الزمن زمان التمكين للإمام المهدي وعلى النقيض أن فيه ناس مش عايزة تدرك هذا الزمان وأهم حاجة عنده أنه يأكل ويشرب كالأنعام بل هم أضل كما أخبر القرآن مش همه هم التمكين وأضية الدين فهذا الأمر أمر طبيعي جدا ظهور معسكر الإيمان في آخر الزمان وظهور معسكر النفاق في آخر الزمان وانقسام المجتمع الإسلامي انقساما واضحا ظاهرا جدا أن ترى الناس مهتمين وناس تنين غير مهتمين بل ممكن يحاربوك ويهاجموك ويثبتوك التثبيت اللي هو إيه يأسك من القضية فهم دائما معسكر النفاق تراه في مرحلة التكذيب وفي مرحلة التثبيت زي بالزبط الرسل ونحن أتباع الرسل أتباع الحق هم أتباع الرسل إحنا أتباع الرسل إحنا أهل الحق فنزعم نزعم أننا كذلك أتباع الرسل ف يعني إذا ذكرنا مثلا قصة الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله تسترسل الآيات وتدور المحادثات في الأخ خلسل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا الله يرسل لهم آية يكذبوها عارض ممطرنا دي أمطار عارضة فيرد الله عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نديزي القوم المجرمين انتبه إلى هذا التفصيل وإلى هذا وإلى هذا الأمر نحن في هذه الأيام في أيام ظهور الإمام المهدي هذه الحقيقة عجبت سيادتك يعني عجبتك أهلا وسهلا ما عجبتش سيادتك يبقى في نفس الوقت مقادير وتقديرات الله سوف تجري رغما عن أنفك يعني يلي انت مش عجبك فكرة أننا في أيام الظهور خلاص الأمر يعني تقديرات الله سبحانه وتعالى حسمت انت مش عجبك الموضوع دوت فإن الرضا لمن رضي وإن السخط على من سخط زي ما قالوا كده هوت فنحن في هذه الأيام نستعد ونهي أنفسنا تواطرة الرؤى تواطرة الرؤى التي هي جزء من مبشرات النبوة الجزء الباقي من مبشرات النبوة على أن المهدي يوشك أن يخرج أحبتي في الله نتقابل غدا بإذن الله مع كلام جديد عن أيام الظهور الحاسمة للإمام المهدي